نجاح هو أنت ينفع لما باب التلاجة يعلق تروح تجيب نجار يصلحه ولا خرطوم المية في العربية لما يضرب نجيب سباك يعمله أكيد لا ده حتى المثل بيقول ادي لقش لخبازه يعني لو عندك مشروع تجاري في أي مجال وحابب تنجح عليك وعلى شركة أميزديا أميزديا شركة تسويق إلكتروني وإعلامي هتوصلك بكل الناس في أي مكان وبأقل الأسعار مع أميزديا هنعمل لك حملات ممولة على كل مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة تلفزيونية معروفة عندنا كمان إدارة كاملة لصفحات الفيسبوك تصميم ويب سايت فيديوهات تصويرية وموشن جرافيك كل اللي عليك تعمله إنك تعرفنا طبيعة مجالك وشغلك وإحنا هنوصلك بأميزديا أميزديا بتوعك أهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامج من جمعة الهواء العدل أساس الملكة بلاقي المقولة دي مكتوبة جدا على المحاكم والعدل صفة من صفات الذات الإلهية فما بالك لما يوكل ده للبشر أكيد بتبقى مهمة صعبة جدا على حمل عطقها أو على اللي بيشيل الحمل بتاع العدل ده النهاردة هيكون ضيفنا وضيفكم حد من الناس اللي موكلين بالعدل في الأرض محامي شاب لكن عايز أقولكم أنه قدر أنه يزبط بصماته في مجال المحامات لكن قبل ما نتكلم عنه ونرحب عنه في الستوديو هتسمحونا أنه نطلع لتقرير صغير ونرجع لكم تاني على طول اشتركوا في القناة لما كانت مهنة المحامة هي الغوث والنجدة لمن ضاعت حقوقهم أو تعرضوا لاعتداء على أنفسهم أو أموالهم في كل زمان ومكان فإن الشخص الذي يمارس هذه المهنة لا بد أن يتمتع بالعديد من المؤهلات التي تجعله جديرا بهذه المهمة مهنة المحامة هي مهنة البحث عن المتاعي أطلق عليها قديماً مهنة العظماء تعتبر مهنة المحامة من أشق المهن وأرهقها للعقل والجسد لأن رسالتها تحقيق العدالة والأغضب نصرة الضعيف والكف عن الضرور مصطفى علي خلاف هو محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة يبلغ من العمر 31 عاماً تخرج من كلية الحقوق عام 2011 من جامعة عين شمس يعمل بالمحامة منذ أكثر من سبع سنوات خاصة في المجال الجنائي والشرعي والمدني يسعى دائماً للوقوف بجانب المظلومين ويدافع عنهم بكل قوته لا يتوانى عن مساعدة الآخرين وتقديم يد العون لهم تحدى الكثير من الصعاب واستطاع بالإرادة أن يصل لما هو فيه الآن وما زال يسعى في طريق التحدي رجعنا لكم تاني بعض الفاصل ومنحب نرحب بضيفنا في الستيديو الأستاذ مصطفى علي خلاف المحامي بالاستناف العالي ومجلس الدولة أهلا بك يا أستاذ مصطفى نوارتنا النهار أهلا وسهلا يا فندم أهلا وسهلا طبعاً عارفيني أننا في الفترة الأخيرة زادت جداً مشاكل الطلاقة وزادت بشكل ملحوظ جداً يعني زي ما تقول كده بقت معظم الجوازات السريعة أو معظم جوازات الشباب بتنتهي في فترة بسيطة جداً بالطلاقة وبقت طلاق محاكم الأسرة والمشاكل الخاصة بقضايا النفق والخلع وكمان الرؤية بالنسبة للأطفال بقت من أهم المشاكل في محكمة الأسرة فعايزين النهاردة كده يعني نفنت كده للناس ما عليهم وما ليهم من حقوق والواجبات اللي تريح الطرفين يعني مش معنى أن احنا كنا على خلاف أن احنا حقوقنا تضيع أو أن حد يأخذ أكتر من حق فإيه رأيك في موضوع مشاكل بقى محاكم الأسرة اللي طبعاً بتقابلك كتير كتير جداً يا فندم بسم الله الرحمن الرحيم مبدئياً كده أسعدني أو شرفني أن أنا أكون مع حضرتك في البناني أضايا الطلاق وعضايا الخلع هي بقت من أهم الأضايا دلوقتي في ساحة المحاكم حالياً أضايا الطلاق وعضايا الخلع بقت أكتر من الأضايا الجنائية والأضايا المدنية كثرة أضايا الطلاق وعضايا الخلع بقت ترجع لعدة أسباب كتير ممكن منها عاداتنا وتقاليدنا خاصة المناطق الريفية لسه ملتمسة ولسه بتعتز بالعادات القديمة مما يجعل عب على الزوج ومما يجعل الزوجة بيبقى عليها حقوق مش قادرة توفيها مع الزوج ولكن هناك اختلاف كل وجزئي في حقوق الطلاق وحقوق الخلع إيه فرق بقى بينهم؟ فيه فرق كبير وناس كتير جداً بتطلغبط في الموضوع ده أستاذ أولاء وبنقع فيه في مشاكل كتير كمحاميين يعني الزوجة النهاردة لو جاي عايزة ترفع عضية طلاق على زوجها الطلاق له عدة لحقوق تانية وله عدة أسباب دي بنقدر نطرحها أو بنقدر نعرفها من الزوجة إيه مشاكلها اللي جاي ولكن حقوق الزوجة في الطلاق الزوجة لما بتكسب قضية طلاق أو بنطلقها عن طريق المحكمة لها حقوق شرعية واللات تتمثل فيه حقوق لها نفقة عدة لها نفقة متعة تاخدها لها مؤخر صداء اللي هو مسمى في وصيقة الزواج الشرعي على عكس الخلع الخلع خالص غالبا بنلاقي ناس برضو فهمة إن الخلع إن أنا لما أخلع جوزي هاخد نفس الحقوق لا أنا عايز أقول لك على حاجة إن المشكلة دلوقتي إن الرجالة لما بيحصل مشاكل بينهم وبين زوجاتهم هو عايزة هتلجأ للخلع هو كده في جمال حتى يطلقه بس هي لما تلجأ للخلع مش هتاخد الحقوق اللي هيتلازم بيها في الطلاق وغالبا دلوقتي ردا على سؤالك كثرة الزوجات باوم يجوا يلجأ للخلع أنا عايزة أخلص أنا سؤال يعني أنا كمحامي أول ما تيجي تقول لي أنا عايز أخلع أرفع عديد خلع يا أستاذ أقول لها طب إيه السبب ما إحنا ممكن نرفع لك طلع مؤخرك إيه بلعي مؤخرها مثلا مبلغ كبير 20-30 ألف 50 ألف بقول لها نلجأ للطلع تقول لي لأ أنا عايزة أخلع في حين إن الخلع ده بتبري زمتها من مؤخر ومتعة وعدة ولكن في استفسار بسيط أو توضيح بسيط خارج عن موضوعنا سواء خلع أو طلع الزوجة لها حق قائمة المنقلات وده بيقع في ناس كتير أو برضو خطأ بيقع في ناس كتير اللي بقى قائمة المنقلات ومنخش في مشكلة تبديد القايمة التبديد القايمة في ناس بقى ردا على سؤالك اللي سألتيه من شوية كده في زوجة بتقول أنا هاجي أرفع قضية خلع وهتنازل عن نفقة وعدة ومتعة مقابل إن أنا لما أخد حكم في قايمة المنقلات حكم حبس هعرف هحل مع زوجي بكده إن أنا هتنازل عن المحضة أو هتنازل عن قضية بشأننا ناخد حقوق بالضبط أنا عارفة يا أستاذ إن أنا هتنازل في حقوق حقوق الشرعية في قضية الخلع ولكن أنا هعرف أخدها من قايمة المنقلات ده الفرق بين الطلاق والخلع إن الطلاق نرجع تاني ونقول إن الطلاق الزوجة بتاخد حقوقها الشرعية ما بين نفقة عدة ومتعة ومؤخر الصلاة طب ليه السيدات بتلجأ للخلع علشان هو أسهل وأسرع من الطلاق؟ أه الخلع أسرع إجراءات من الطلاق والخلع من دعاوي الدعاوي اللي في قانون الأحوال الشخصية إن ما فيهاش استقناف إن الزوج ما يقدرش يستقنفها ولكن الطلاق النهاردة خليني أنا كمحامي زوجة كسبت قضيتي في أول درجة محكمة الأسرة أول درجة من حق الزوج إن هو يستقنف الحكم بتاعي فبتاخد درجة تقادي دي درجة تقادي من حق الزوج بتاخد فترة أطول ولو لم يكن مثلا بتبقى زي الدرجة الأولى يعني مثلا لو قعدت لي 3-4 شهور أو 5 شهور في الدرجة الأولى كسبت قضية الطلاق من حق الزوج إن هو بيستقنف دي حق له ودرجة تقادي مشروع له بنعد برضو فترة أدخنا 6 شهور في المحاكم بل ساعات قضية الطلاق بالطول من سنة لسنة ونص كمان فعش كده هتلجأ للخلع الخلع بيبقى إجراءاته أسرع وتخلص على طول وإن الزوج ما يقدرش السوج إن هو يعني يعترض على حكم الخلع ما بيعترضش غير في حالة معينة ما شرعها القانون ولكن الزوجة بتختار الخلع هي بتيجي أصلا بيتحدد جلسة من ضمن جلسات الخلع إن هي بتيجي أمام المحكمة وبتقول إن أنا متنازلة عن جميع حقوقي وإن أنا يعني بالبلد كده أنا مش عايزة حاجة منه آه عايزة أخلص وخلص آه فبالتالي مش من الزوج ما بيستقنفش فيها ولا يجوز له الاستقنف شرق قانونا يعني طب إحنا زي ما بنتكلم إن المرأة بتاخد حقوقها بالخلع أو إن هي بتخلص من مشاكل الزوج لكن في نفس الوقت الزوج بيتظلم لإن في بعض الزوجات أو في بعض الناس اللي بتلجأ للخلع هي كده كده عرفان هي لو رفعت القضية هتتخلع في الزوج مظلوم بالزبط لإن أنا مثلا مش عايزة أطلق بس أنا أجبرت على الطلاق بحكم محكمة والله يا أستاذ أولاء قانون الأحوال الشخصية وده في اقتراح مقدم من مجلس الوزراء لمجلس النواب بتعديل قانون الأحوال الشخصية لإن أنا من وجهة نظري كمحامي ومن وجهة نظري كمحامي وعشت في المحاكم عدة سنوات شايف إن القانون مقحد جدا ومقحف جدا في حق الزوج طيب إحنا كنا بنتتلم دلوقتي على مشاكل قضايا الخلع مشاكل قضايا الخلع بتوصلنا الحاجة التانية الأطفال اللي بيبقوا هم مشكلة بعد كده خلاص أنا خدت حكم خلع أو حكم طلق بالزبط الأولاد بقى يعيشوا مع الأمة بحكم الحضانة يا إما بيروخوا للأب بحكم تنازل الأم صحي كده؟ بالزبط بنلاقي بقى حاجة تانية بتقابلنا وخطيرة جدا مشاكل الرؤية للأطفال الأم بيبقى عندها سند إن أنا من حق الأب بيشوفهم لو هو بيشوفهم بحكم محكمة بالزبط بس أنا بقى عفو مشكلة إن أنا لما بوادي ولادي عند باباهم يشوفهم ممكن الأب ياخد ولاده ويسافر بزبط ياخد ولاده ومعرفش أتلم على ولادي بالزبط فببقى أنا يا بخدهم في مكان عام علشان يبقى قدام عيني يبقى في حد من المحكمة صح كده بيبقى يقعد حضر الجلسة ويبقى الأب مش ياخد حريته لإما إن برضو بيبقى فيه مشاعر مفيش أنا جاي بزور حد رسمي ما ببقاش عارف أخد حريتي معا الحل ده نحلو إزاي يعني بيبقى فيه مشاكل الأبهات مش عارفين ياخد حقوم والأمهات في نفس الوقت بنقابل المشاكل دي يا أستاذ أولاق كتير جدا وهنيجي لمنطقة الرؤية في القانون الأحوال الشخصية اللي حددها القانون لسه قبل ما نطلع فاصل كنت بقولك إن قانون الأحوال الشخصية مجحف ومجحد جدا في حق الزوج ومن ضمن التقصير المقصر فيه قانون الأحوال الشخصية منطقة الرؤية دي بالذات اللي احنا جينا فيها دي الرؤية هل تعلمي إن الزوج بعد أن يرفع دعوة رؤية تستمر في المحاكم من ثلاث شهور لأربع شهور عشان ياخد حق وصيغة انفزية والكلام من ده والطالة الإجراءات دي لا القانون بيبيح له ثلاث ساعات كل أسبوع في مكان عام يعني مرة واحدة في الأسبوع ثلاث ساعات ثلاث ساعات ويكون في مكان عام في مكان عام وبيحضر الجلسة اللي هو أحد الموكمين في المكان العام اللي احنا بنعلنه وحنا تقوى واللي احنا بنعلنه كمحامين هنيجي نقول حق الزوجة طب أنا مثلا كزوجة خايفة أودي ابني لجوزي يخطفوا كيد أو عند فيه عشان أنا شكياء وله حصل كتير يحصل كتير جدا يحصل كتير احنا بنبقاعدين بقاعد قال له يا أستاذ أنا كنت باودي أنا ابني النهار ده رؤيته وأبوه خده وخرج قال لي هجيب له حاجة مثلا من هنا وياخده وما يجيش لا برضو القانون ما سابش حاجة إلا ونظمها وقننها يعني هو من حق الزوج أنه هو يشوف أولاده الصغار ثلاث ساعات في الأسبوع مرة واحدة يومية طب في حالة لو الزوج خد أولاده ومشيه غالبا برضو يعني بنختلف برضو فيها بعض محاميين ولكن القانون جزمها جزمها قال جزمها في قانون العقوبات مدة 92 292 المدة 292 في قانون العقوبات طيب إحنا النهار ده قال لك مجمل المدة أن أي من الولدين اللي هو يخطف ابن أو ابن من من الطرف التاني من الطرف التاني اللي هو له الحضانة بيعاقب النهار ده بالحبس مدة بتوصل لحد سنة مدة العقوبة أقصع قوبة في المدة دي سنة وبتتنفس هو ده النقطة بقى إحنا كمحامي أنا لما بعمل إجرائي وبرفع وبطبع عليه المدة دي وبتهمه أنه خطف الأولاد هنا المحكمة بتلعب دور العاطفة وبيبقى لي ولكن فيه فيه هناك لأن المسائل القانونية دي والمسائل دي بتبقى تقديرية للمحكمة فالمحكمة بتقولك يعني أنا مش معقول ده أب أبو محروم من ابنه ومع لما نيجي نبص للناحية التانية نلاقي أن الزوجة مثلا بقى لها يجي خمس ست شهور ولا شهر ولا شهرين مودتش الولاد يشوفه بابا آه فبتيجي المسألة التقديرية للمحكمة غالبا بتبقى في صف الزوج ولكن القانون قننة يعني القانون نظمها هل لو أتحكنا عليه بسنة وهو هرب السنة دي مثلا أو ما تطبقش عليه السنة دي بتسقط بعد السنة ولا بتفضل لحد برضو ما يتمسك ويقضي العقوبة لا هو خد عقوبة سنة يبقى احنا كده تحولنا من قانون أحوال شخصية لقانون جنائي خد عقوبة اللي هو قننها قانون العقوبات سنة أو 24 ساعة أو شهر أو 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 حتة السقوط دي منطقة تانية أو أني الانقضاء دي منطقة تانية ده قانون إجراءات جنائية يعني هي كده كده حتى لو هو سيفر ورجع بعد خمس سنين استنى هياخد هياخد حتة الانقضاء والسقوط دي بقى يعني موضوع كبير جدا في قانون الإجراءات الجنائية قنناط المادة 17 و15 و528 من الإجراءات الجنائية إن أنا لو علي حكم جناء النهار ده غيابيا غيابيا وعدت الثلاث سنين ما اتخذتش فيه ما تمش فيه اتخاذ أي إجراء قانوني نحو هذا الحكم بينقضي بينقضي بقوة القانون طيب هل قدام قضية الخلع ممكن الزوج يرفع قضية طاعة يبقى قضية قدام قضية لا هنا أنا النهار ده هو من حق الزوج الزوج من ضمن الحقوق اللي له في قانون أحوال الأسرة نطلب الزوجة في بيت الطاعة هل بعد ما رفعت الخلع ولا قبل لأ قبل ما ترفع الخلع ولو هو خد حكمي بأي hearing الخلع بتاحها بكل بزان لازم تقضي حكم الطاعة لا هي لما بترفع لما بيطلب زوجته في بيت الطاعة هي من حقها تعترض من حقها تعترض حتى لو مش هتطبق الحكم من حقها تعترض لازم تعترض عليه لازم ولكن احنا الخلع مهانة طاعة أنا كزوج أنا بعمل الطاعة لي أنا بطلبها في بيت الطاعة عشان هي تعترض عليه طب أنا لو كسبت الطاعة وطلع لي حكم إن المحكمة حكمت لي بطاعة زوجتي ليا والزوجة ما أجابتش وخسرت الاعتراض بتاعها أصبحت الزوجة ناشز من ضمن يعني في هذا الوقت يعني لما نلفها لقاها هي دايرة مقفولة طب النشوز هنا النشوز الزوجة يعني سكوت حقوقها الشرعية اللي احنا قلناها فأنا كزوجة رفعت خلق كده كده رفعت خلق فكده كده أنا مش عايزة حقوق الشرعية فأنت رفعت طاعة طلبتني في فيت الطاعة وأنا رفع عليك دعوة خلق فأنا النهاردة واجب قانوني أنا ممكن أعترض عليها ووجه المحكمة إن أنا النهاردة رفع دعوة خلق كمحامي زوجة وأنا متنازل عنها ومش عايزة طيب إحنا بريد قبل بقى مشكلة تانية أستاذ مصطفى أنا كزوجة خدت حكم محكمة بإن الزوج هيديني نفقتي والمؤخر بتاعي بس ده بقى فعليا ما بيتطبقش ليه برضو مش هقولك يعني فيه محامين بتلعبوا في الأوراق القانونية كدخل الزوج مثلا هو بيكسب عشر أو لا يعني الأوراق اللي قدمت أنه بيكسب اتنين فأنا كده نفقتي أنا بيت قليلة جدا بالنسبة المصاريفي ومصاريفي الأولاد بالضبط فأنا بظلامه طيب بنيجي بنسبة تقدير النفق تقدير النفق عندنا هنا نعين لما جانا كزوجة محامي زوجة أو وكيل عن زوجة برفع نفقه للزوجة الزوج ده أول حاجة أنا بسألها زوجك إيه؟ أو موظف حكومي أو موظف في جهة قطاع خاص أو موظف في جهة معلومة أنا بأخذ من المحكمة ببدأ أقول للمحكمة إن فلان الفلاني ده أو الشخص ده يشغل منصب كذا أو كذا أو بيعمل موظف في المنطقة الفلانية ببدأ أخذ من المحكمة ما هو يفيد تصريح من المحكمة أروح أجيب مفردات مرتبة دي ما فيهاش أي تلاعب ولكن يجي على الجهة الأخرى اللي بيحصل فيها تلاعب أصحاب الأعمال الحرة يعني مثلاً لما تيجي بيعمل مثلاً أي مهنة حرة ده سائق ده عنده محلات ده النوعيات الكتيرة دي ببدأ أنا كمحامي عشان أحدد دخله أو أقدر دخله بلجأ لمباحث تحريات مباحث الشرطة من هنا بيبدأ التلاعب من هنا بيبدأ التلاعب أنا كمحامي مثلاً زوج مثلاً خليني زوج من الزوجة ولقيت محامي الزوجة جايب مثلاً مفردات ساعات بنشوف في المحاكم حاجات كده يعني أرقام مهولة يعني ويبقى الراجل عامل بالأجر اليومي ولاقي مثلاً محامي الزوجة جايب دخل أتفاجئ بيه في الجلسة ولا كده أنه جايب سبع تلاف جنيه وخمس تلاف جنيه وعشر تلاف جنيه وعشر تلاف جنيه وعشرين ألف جنيه في حين إن أنا الزوج بتاعي بيبقى مثلاً عامل بالأجر اليومي يعني مثلاً ممكن يكون سواق أو عنده محلق أنا من حقي كمحامي زوج بضعاً على التحري بالطرق القانونية ومن حق المحكمة بتقبل وبتقدر المسألة لي وبيبقى ساعتها بقى فيه تقدير كده؟ أه بيبقى فيه تقدير أنا بطعاً وبوجه للمحكمة بس مش بطعاً شفاهية لا لا زي ما أطعم بالمستندات يعني أنا بقول لا الدخل ده كتير على الموكل بتاعي التقدير هيبقى كتير على الموكل بتاعي ولكن هنيجي للمسألة الأخيرة اللي هي التقدير النهائي ده بيرجع للمحكمة أنا أفترض أن أنا جبت أن الشخص ده موظف ومرتبه 3.000 جنيه أربعة تلاف جنيه وده المفردات اللي جاء للمحكمة هنا التقدير بقى بيرجع للمحكمة طب هي بتتكسب النسبة إزاي؟ هي مش نسبة هي مش نسبة لأن احنا حالياً في المحاكم بنشوف حداد برضي يعني هل المحكمة مثلاً بتشوف مثلاً عمر الأطفال في مراحل تعليمية كده؟ هي بتتحسب كده حسب احتياج الطفل يعني مثلاً الطفل اللي عنده سنة مش هيبقى نفقته زي اللي عنده خمس سنين مش هيبقى نفقته زي اللي في الابتدائي وبيدرس مثلاً وعليه الدروس وعنده مدرسة خاصة أو مدرسة حكومية مش هيبقى زي الإعداد مش هيبقى زي البنت اللي في كلية فهو المحكمة بتاخدها تقديرياً؟ آه تقديرياً لسن الطفل طيب إيه أغرب قضية جات لك وحسيت فيها أن انت مش عارف تبقى مع الأب والأم؟ لا كتير كتير يعني أنا دي رسالة لكل محامي يعني آه نختم بيها بقى لأننا خلاص تقريباً آه رسالة لكل محامي رسالة لكل محامي يعني المحامة رسالة في الأول وفي الآخر مش مهنة المحامة رسالة ولازم نوصل الرسالة دي للجمهور بطريقة سليمة خاصة أن الجمهور واخد فكرة عن المحامين صعبة جداً ولكن المحامة من أنزه وأرقى المهن وأصعب المهن وهي رسالة جميلة فأنا لما بيجي لي بتعرض علي أضايا كتير أنا بلجأ للحل الودي وربنا بيقويني فيها بلجأ للحل الودي كتير وبأجهد فيه أكتر من المحكمة آه عشان أنت تحاول تصفل طرفين بأجهد فيه أكتر من المحكمة أضايا غريبة جداً يعني ممكن ساعات أنا غالباً مثلاً من فترة كده بتبقى جايلي الزوجة عايزة أحققها وقعدت معايا فببدأ أتكلم معاها ألاقي زوجها يعني برضو على قد والدنيا جاد عليها غصب عنه وهي لها احتياجاتها يعني هي كمان برضو لها احتياجاتها بقدر أستأذنها بستأذنها لشان ما بقاش خيانة للوكالة بستأذنها بعد سمحها لي بالاستئذان والنيا تسمح لي بقدر أعد مع زوجها أتكلم معاها أوفق ربنا بيكرمني أنا يمكن كسبت عضايا ودية أكتر من اللي كسبتها في المحاكة جزاك الله خير والله لأن احنا في الأول والآخر بيش عايزين نخرب البيوت لا طبعاً لأن السبب الأطفال الأطفال هي اللي بتعاني هو ده يعني ده اللي بيخلي الواحد بيجهد على قد ما يقدر وربنا بينوالنا خير في الآخر يعني طبعاً احنا بشكرة جداً أستاذ مستفى نتا كنت معنا النهاردة في الجمعة الهواء وإن شاء الله يبقى لينا حلقات تانية لأن عضايا الأسرة ما بتخلص فإن شاء الله يبقى لينا تكرار في حلقات تانية ونقدر نفيد الناس بقضايا بيبقاش في طلاق بقى إن شاء الله يبقى في صلح كده والصلح خير بإذن الله من الطرفين بشكرك جداً ونهارتنا نهاردة في الجمعة الهواء ربنا يخليكي شكراً أستاذ وعليك شكراً بنشكركم جداً وينتظرونا في حلقة جديدة من برنامج من جمعة الهواء شكراً